السلام عليكم ان شاء الله هنتكلم دلوقتي عن ملتابليكيشن في الدي اف تي ويه السيركال كونفولوشن طيب اول حاجة ان احنا عاوزين نعملها ان في الكونفولوشن المفروض ان احنا بنضرب two signals في الفريقونسي دومين او بنعمل عملية الكونفولوشن للتو سيجنل طيب فاحنا عدنا مسلا سيجنل اكس واحد واكس اتنين بالمنظر دوت كده في الفريقونسي دومين فاحنا لو مليحي نطلع فهو بيبقى عبارة عن ملتابليكيشن ان هو ملتابليكيشن في الفريقونسي دومين طيب ازاي بقى نجيب بقى الفكة ديت بالنسبة للتو سر ديت فاحنا عندنا دلوقتي ديت هي اكس او فسري ام فدوات ده في التو سر دومين دلوقتي فهو عبارة عن واحد على ان بالصممشن من اكيب زيرو لحد ان مينس واحد ودوات اللي بنين في فريقونسي دومين داوت له بدل كيس ري في كي داوت هنخليها ككي واحد وكي تنين ان هو انهم ضرب بتاعهم هنا. دوت كده الشكل بتاعه ايه. بالنسبة لحنا بنعمل انفرس ديسك فريد ترانسورم. طيب. بعد كده لو احنا فكنا احنا بواحد. فيطلع لي في الاخر اللي هو المعلب الشكل بتاعه دوت. اللي هو. وبرده ديسك فريد ترانسورم بتاع دوت. تعم. طيب. بعد كده ممكن ان انا اخد اللي هو الساميشن دوت والساميشن دوت. وطلعهم ايه برا بالشكل دوت وبعد كده ااخد اللي هو الداخلي بتاع كل الحاجات دوت فهيطلعلي في الاخر على الان طبعا دوت بعد كده ما نعمل في دوت نفوك وبعد كده هنمضربينه في دوت بعد كده نعمل دوت برضو يعني كأنهم تمام تمام طيب بعد كده هنسمي اللي هو الجزء الدوت الجزء الدوت في معادل الكي معادل اللي هو المعامل بتاع الكي هنسميها اي فالصمممممشن دوت في الاخر خالص هيبقى شكله عامل بالمنظر دوت الاصممممشن بتاع اي كي من ن-1 لكي بتساوي زيور طيب بالصمممشن دوت بالباور سيريس خيطلعلي في الاخر الكلم بتاعته بتساوي ده لاما بتساوي ان لو اي بتساوي واحد او ان هو بتساوي اللي هو يعني كأنهم اضربوا ببعض او كانها بقى تساوي اللي هو المفقوكة ديت لو الاي ما بتسويش واحد. طيب احنا هنلاحز ايه لو احنا جينا هنتقارن ايه النتيجة بتاعت باور السيرس ديت بكيمة ده هنلاحز ان عند لما الاي ان احنا لو عاوزين الاي بتسوي واحد فدية الحالة دي بتحصل لما بيكون القيمة بتاعت الام ماينس ان ماينس الال ديت قيمة ملتبل زوف ان يعني مسلا ديت لو احنا عندنا بتعدينا. يعني مسلا بجدة او تو باي تو ان او تو باي سري ان فده في الاخر الخالس فيلاح الخالس هيطلع على اي كيمة بو وفع او اي كيمةaty با اي كيمة اي كيمة افضل الزيرو. بمعنى ان انها عند الوقت لو منسكنا لأيي وعوضناها هنا ثربناها في ن ففي الهر خاص اكسونيشا ضغط هيتير في الهر خاص هيتلعلي ان انا عندي اكسونيشا بتاع جيته باي اما ماينس ان و ماينس ال بس الكمبولن دايما هيتلعلي قيمة انتجا ففي الاهر خالص هيتلعلي ان دايما القيمة بتاعت اي باور ان هيتلعلي قيمة اي بتساوي واحد تمام طيب فبنستنتاج بالحاجات دا نقدر نقول ان في اي خالص تساوي الان بدل باك الام بتساوي واحد هذا وتعتبر المالتبولز بتاعت الام ماينس الام اللي هو تاني يعني الى اي هو المفروض بتاعها هي بتاعتبارها بتساوي الام في حاجة ان الام بتساوي المالتبولز بتاعت الام فالقيمة بتاعت دا تتكون دايما اي حاجة انتجر تاني تمام. سوري. فدقات هل نحظ ان هو بيساوي السيركل الاصلي. السيركل بتاع الام ماينس الان بالنسبة للان. ده هو فاكرين اللي احنا كنا شرحناه في الفيديو اللي فات داو. تمام. ففي الاخرص هتلاقي دوت سيركل يعني في حالة ان ال ال بتساوي السيركل بتاع الام ماينس الان سيركل الان. فهيتلاقي دايما لو قيمة بتاعت الباور بتاعتي بتساوي ان. طبعا في حالة برضو ان ال بتطبيع انت مشى مشكلة دا او ان هي هتساوي زير و ازر ليه? لان احنا لو شفناها في المعادل ديت في الاخر خالص ان ال اي باور الان. دايما زي ما احنا عارفين تنمى الا اي بما بتساوي زير ففي الاخر خالص ده هتساوي. في الاخر خالص المفوق دوت كلها هيبقى اي بزيو. طيب لو جينا بقى عوضنا الاستنتاجات ديت في المعادل اللي فوق ديت هنلاحظ ان احنا لما باور سيرز ديت وعوضناها هنا. فدايما هيطلع لي ان القويمة بتاعتي بتاعتور سيرز ديت ليتساوي n في حالة ان تتحقل هو ايه السيركر دوت في حالة ان ال l بتساوي السيركر بتاع ال m مينس ال n في السيركر بتاع ال n. او بتساوي zero otherwise. فنا طبعا هاخد الحالة اللي هي ديت. فهنا امسك ال l واعوضة هنا بالقويمة ديت. وهضرب في ال n فال n ديت هتروح مع ديت. تعم? فلما هنضرب ديت كده في ال n فالقويمة ديت هتروح مع القويمة ديت. وهذا خلص هيتبقى علي ايه المنظر ديت. اللي هو لو نزلت تحت هيبقى ايه المعادلة ديت. معادلة ديت برضو لو هنبص عليها كده. هنلاقي ان هي اكس واحد في اكس اتنين في السيركرر بتاع ال n اللي هو اللي احنا فاكرين في المحاضرة اللي هي اللي فالت كان السيركر بتاع اللي هو بتاع ديت لما كده وكانها بتلف. تمام. فدوت بنسميه سيركر كونفولوشن. تمام. وبرضو هنلاحظ برضو اني لازم بوس اكس واحد اكس واحد اكس اتنين يكون لهم نفس ال size. طيب خلينا طيب نخش على مثال برضو عشان يبقى هتوضح الدينة ديت. فانا لو عاوز اعمل سيركر كونفولوشن لأكس واحد اكس اكس بتساوي اتنين واحد واثنين واحد. واتش بتساوي واحد واثنين تياتها اربعة. فالوا عمرتها بالشكل السيركرر هيتطلع ال اكس اف ان بالمنظر دوت. واتش اف ان بالمنظر دوت. بعد كده المفروض ان انا هجيب لو انا همشي بالمعلنة ديت المفروض ان انا هجيب إتش مائنس الان. فإتش مائنس في ان هيبقى كأني آآ من سجد وامتلفيت بدأ لما انا مثلا ديت كان انا زيرو واحد اتنين تلاتة لأ دوت هيبقى زيرو واحد واثنين وتلاتة يعني الترتيب بتاع ايه هيبطي ان هو هتختلف. فاللهحظ ان احنا الواحد يصل home użyى هنا الأربعة بقتل установه فوق او الاثنين بقتل هنا وبعد كده اتقاتle في نفس المكان والاربعة بقتل فوق بعد كده كده لما هبتدي بان انا حيض معجب الach 1-m هتطلع لي ان انا من firstly كده وتطلع الشر diagonal حيث ذو كده وكرها هتطلعين انها بجيب كده طيب حال انا انا عاوز ا ilgili اللغاء ايبي اساة وواحد فانا همسك الواحد وهو مع واضها مكان ل Лю هنا فلما اواضها مكان لني هتطلع اطلع لي في الاخر انها لازم اطلع للمجمع ايه بالساو 16 فدوة طيب بس احنا الطريقة اللي احنا عايزين نمشي عليها ان احنا عايزين نجيب بس احنا عايزين نجيب حاجة تكون لنيار كونفولوشن زي اللي احنا عارفنا في اللقاءة في الحاجات الديسكرت اللي قنا بنشوفها قبل كده طيب فاحنا عايزين نقامل بقى اللي حاجة اللي قنا بنسميها ان احنا ننفورس سيركار كونفولوشن طيب الفكرة بترجع على اساس ايه الفكرة بترجع ان انا لو هعمل لينار كونفولوشن اصلا ال x of n و h of n والاثنين ليهم سايز مختلف دية بل و دية بم فلو عملت كونفولوشن اللي هو لينار كونفولوشن هيتلعلي في الاخر ال y of n السايز بتاعها n بتساوي l plus m minus 1 فده بيكون السايز بتاع ال y تمام طيب بس دوت بيكون حاجة اللي هو في ال كونتينور زي مثلا لو انتم فاكرين في اللي هو ال ديسكرت تايم فورير ترانسوم فيطلع للحاجة بتاعتي بس انا دوقتي عاوز اخليها ديسكرت فورير ترانسوم فعشان خليها ديسكرت لازم لو هاجعمة سامبنينج لل y بتاع تلك اللي هو الفريقونسي بتاع ال y لازم اكون المينيوم سامبلز بتاعته اللي هو ال n اللي هو بيساوي مجموع دوت زائد مجموع دوت فدوت اللي هو المينيوم سايز علشان ما يحصلش لما ارجع تاني ال y of n فالفكرة رجعت ان انا طيب تم انا ممكن اضيف zeros لل x of n وال h of n واقدر عن طريق كده ان انا اعمل لهم سامبنينج بال n فلو عملت الحركة ديت اولا هي مش هتبواز السيجنال ليه لان هي هتزود لاصلا ال بتاع الفريقونسي بتاعي في الفريقونسي دونية لان نزود عدد السامبنز اصلا على السيجنال الطبيعية بتاعت ال x وال h لان كل حكا انا زودت الزرهات بس انا زودت السامبنينج بتاعي فكده انا زودت طيب الطريقة ديت اقدر عن طريقة الحركة ديت ان انا اعمل بس انا كده بعمل بس انا كده بفرصها على بتاعي فكده بعمل فانا كده اقدر اعمل زي ما حكنا بنقول في اللي فات بس انتجنا منه انه هو بتاعي في الفريقونسي دونية اقدر اعمل ان انا لما اضيف اقدر ان انا افورس بتاع السيركولر هنا تمام فالطريقة بقى هي هتبقى ماشي ان انا هقوم زود عدد زيروز ان مثلا بتسوي l plus m 1 ده هتلا هو الزيروز اللي انا هزودها للاثنين بتاع ال H وبعد كده اعمل بتاعهم هيطلع لي في الاخر حاجة في ال K وبعدها اقوم ماسك كل و اقوم ضربه في اللقصاته كأنه بعمل عادي وبعد كده اجيب وبعد كده اقوم جايب اللي هو بتاع اللي هو ال Y بعد كده ان انا اقوم جايب وهيطلع لي فعلا ان عدد السمز بتاعي اللي هو ويكون العدد بتاعه ما يطلع لي اللي هو اي عدده بتاعه انه زود كده اشرحي اللي ملتبليكيشن و بالنسبة بالنسبة .